وأما أفضلها فالله عز وجل ذكر البدن فقالوا والبدن جعلناها لكم من شاعر الله فذهب كثير من أهل العلم إلى أن أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل في الأضحية الإبل لقوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شاعر الله وقال آخرون بل النبي صلى الله عليه وسلم إنما ضحى بكبش فالأفضل الغنم لفعله صلى الله عليه وسلم وأما الهدايا فالأفضل الإبل لأنه أهدى صلى الله عليه وسلم مئة من الإبل ولعل هذا القول أقرب إلى السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي بغير الغنم فالاقتصار على هديه أكمل لكن لو أن أحداً ضحى بإبل رغبة في زيادة الفضل والأجر لكثرة اللحم ولكون الله عز وجل ذكر ذلك في قوله والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فإن ذلك يقع موقعه وقد قال جماعات من أهل العلم إن البدن أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الأفضل هو الأنفع فإذا كان الناس لا يأكلون لحم الإبل أو لا يرغبونه فإن غيره أطيب منه ولذلك ينظر في هذا إلى الأنفع والأرغب للناس